مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحف وأبرز ما تطمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلوها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدتها المساء التي عنونت في صدر صفحتها هذا جديد عدل اثنين وعدل ثلاثة دشن المقر الجديد لوكالة تحسين السكن وتطويره باللعريبي وجاء في تفاصيل المقال توزيع 67 ألف وحدة سكنية عدل في 5 جوليا ومعالجة أزيد من 40 ألف طعن المكتتبين في برنامج عدل اثنين وجاء في تفاصيل المقال كشف وزيرها السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار عدل سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمسة أشطار عوض أربعة وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى ثلاثين وخمسة وثلاثين سنة عوض خمسة وعشرون سنة وقال بالعريبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج عدل ثلاثة يوم الخامس من شهر جوليا المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء تم تحيين المرسوم التنفيذي 105-01-1 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار والذي سيستر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية يقول المقال إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر يتعلق بإعفاء البالغين 30 عاما من الخدمة الوطنية وذلك طبقا لأحكام مرسوم رئاسي يقول المقال حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها هذا الأربعاء يقول المقال عن إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ الأول من جنفي سنة 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من الالتزامات الخدمة الوطنية وأوضح نفس المصدر أنه طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية تعلم وزارة الدفاع الوطني المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ أول جنفي سنة 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد بأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية إلى جريدة المشوار السياسية التي عنونت في مقال آخر هذه شروط الالتحاق بمدارس أشبال الأمة اختبارات كتابية واللياقة البدنية في مسابقة القبول وفتح باب التسجيل في الثلاثين من شهر جوان المقبل وجاء في تفاصيل المقال أفرجت وزارة الدفاع الوطني عن شروط التجنيد في مدارس أشبال الأمة للسنة الدراسية 2020-2025 حيث يتم قبول التلاميذ ذوي المستوى الممتاز وأكدت الوزارة عبر موقع التسجيل الخاص في مدارس أشبال الأمة أن التسجيلات بالنسبة للسنة الأولى ثانوي مفتوحة للذكور والإناث بشرط التمتع بالجنسية الجزائرية ومولود في 2009 فما بعد ومتحصل على شهادة التعليم المتوسط بعنوان السنة الدراسية 2023-2024 بمعدل يساوي أو يفوق 12 من 20 وموجه إلى الشعب علوم وتكنولوجيا والتمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة ويتم توجيه الشبل المتحصل على شهادة البكالوريا حسب احتياجات وزارة الدفاع الوطني يقول هذا المقال إلى جريدة الحوار التي عنونت في مقال آخر الجزائر تتوج بمكة المكرمة بجائزة لبيتم حيث تحصلت الجزائر على الجائزة الأولى ضمن جائزة لبيتم للتميز في فئة مكاتب شؤون الحج بالسعودية خلال موسم الحج الحالي ووفق بيان وزارة شؤون الدينية استلم الجائزة وزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي رفقة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة ويذكر أن جائزة لبيتم للتميز تصدر عن وزارة الحج والعمرة السعودية وتستهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات لزيادة مستوى كفاءة وجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن يقول هذا المقال إلى جريدة أخبار الوطن التي عنونت في صدر صفحتها المشروبات الغازية طريق الموت المبكر وارتفاع الاستهلاك بمناسبة العيد ومختصون يحذرون وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب تعدى الجزائر واحدة من أكبر الدول المستهلكة للمشروبات الغازية في العالم وترتفع هذه النسبة بصورة مذهلة مع حلول موسم الصيف والمناسبات الدينية حيث سجلت المابعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك يقول المقال حسب بعض التجار أرقاما قياسية بلغت نسبتها مئة في المئة ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الصحة العمومية نظرا للإفرازات الخطيرة لهذه المنتجات وتسببها في ارتفاع نسب الأمراض والسرطانات خصوصا في ظل العدم تطبيق قانون تقليص نسبة السكري لدى الكثير من المصنعين إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا في مقال آخر نفوق الأبقار في عمروسة المفتش البيطري بالبوليدة يكشف السبب حيث كشف المفتش البيطري لولاية البوليدة للنهار تيفي يقول المقال عن حالات نفوق بعض رؤوس الأبقار بعمروسة في بوينان وأوضح المفتش البيطري أن سببه مرض الجلد العقدي المعدية الذي يصيب الأبقار كما أكد ذات المسؤول أنه لوجود لحالات نفوق جديدة في رؤوس الأبقار والمصالح البيطرية متحكمة في الوضع حسب ما جاء في هذا المقال عنوان آخر على موقعي النهر أونلاين نقرأ في حصيلة أولية ارتفاع نسبة جمع الجلود هذه السنة بأزياد من عشر بالمئة حيث قام أمس الأربعاء لعون وزيره الصناعات والإنتاج الصيدلاني بزيارة إلى مجمع جي تاكس لتقييم عملية جمع الجلود والصوف خلال عيد الأضحى المبارك واستمع الوزير لعرض قدم من طرف الرئيس المدير العام للمجمع ومدراء الوحدات حيث ثمن الوزير المجهودات المقدمة من قبل العمال خلال عيد الأضحى المبارك حيث سجلت نسبة جمع الجلود الصالحة لهذه السنة زيادة تقدر بعشر بالمئة مقارنة بالعام الماضي كحصيلة أولية وهذا بفضل تضافر جهود الجميع بمختلف ولايات الوزير بالتنسيق مع مصالح الولايات كما قم مجمع جي تاكس بتجنيد أكثر من خمسمائة عامل إضافة إلى التنسيق مع المجمعات لتوفير النقل وجميع المستلزمات لإنجاح هذه العملية يقول المقال موقع الشعب أونلاين عنوانا الجزائرية للطرق السيارة تطلق مخططا خاصا بفصل الصيف حيث أعلنت الجزائرية للطرق السيارة في بيان لها أمس الأربعاء أن إطلاقها مخططا خاصا بفصل الصيف للسنة أو موسم الفين واربعين وعشرين قصد ضمان أفضل شروط السلام والراحة أثناء التنقل عبر شبكة الطرق السيارة الوطنية وأوضحت المؤسسة العمومية أن هذا المخطط الذي أطلق تحت شعار مخطط التأمين والمرافقة بطرق السيارة الصائفة الفين واربعين وعشرين يأتي نظرا لترقبها أن يكون هناك إقبال كبير على الطرق السيارة خلال فصل الصيف وتمثلت الإجراءات والتدابير المتخذة ضمن هذا المخطط حسب البيان يقول المقال في ضمان مرافقة عوان الدوريات وتأمين مستعمليات طرق السيارة على مدار الأربع والعشرين الساعة بنظام المنوبة مع التدخل السريع في حالة أي طارئ أو حادث مرور بالتعاون والتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية موقع الخبر عنوان في الرياضة رسميا هذا تاريخ نهاء كأس الجمهورية حيث أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف أمس الأربعاء أن نهاء كأس الجمهورية سيجرى يوم الجمعة الخامس من شهر جوليا المقبل بداية من الساعة الرابعة مساء كما كشفت الهيئة الكروية في بيانها أن ملعب خمسة جوليا 1962 بالجزائر العاصمة سيحتضن المقابلة وسيجمع النهائي المنتظر بين بطل الموسم الحالي مولودية الجزائر ووصيفه شباب الوزداد الذي سيطر على البطولة الوطنية في أربع مواسم متتالية من سنة 2020 إلى سنة 2023 ويسعى الناديان العاصميان للتتويج بالكأس التاسعة في تاريخهما باعتبار أن كل نادي يمتلك حاليا ثمانية ألقاب للمنافسة دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان الصهيونية المتواصل على قطاع غزة عنونا الموقع جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتقد حكومة ناطنياهو ويقر بفعالية كماء المقاومة يقول المقال في اليوم الثامن والخمسين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة أعلنت كتيب القسام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق طائرة انتحارية على قوة الاحتلال في مستوطنة حوليت كما أعلنت صرايا القدس الجنح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف قوات الاحتلال وكانت جيش الاحتلال قد أعلن إصابة 12 جنديا في غزة خلال يوم واحد وقال أن عدد قتله منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطا وجنديا وعدد المصابين 3860 وعلى وقع تصعيد متبادل على الجبهة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الحزب سيقاتل برا وبحرا وجوا من دون قواعد أو سقف إذا فرضت الحرب على لبنان يقول المقال موقع القدس العربي عنوان 11 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمواطنين وتجار كانوا ينتظرون قواف المساعدات شرق رفع حيث استشهد 11 فلسطينيا وصيب 25 آخرون أمس الأربعاء في قصف صهيوني استهدف تجمعا لمواطنين وتجار في جنوب قطاع غزة بينما كانوا ينتظرون قواف الشاحنات المساعدات التي تحمل بضائع عبر معبر كرم أبو سالم وأفاد مصدر طبي بأن 11 شهيدا و 25 وعيشون مصابا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع جراء الاستهداف الصهيونية موقع العربية عنوانا اليونيفيل قلقة سوء التقدير قد يؤدي لصراع أوسع جنوب لبنان بينما تتعظم التهديدات على طرفي الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي وتأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وافق على خطط لتنفيذ هجوم في الجنوب اللبناني شددت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الإعلامي كونديس أرديل على أن تصعد المواجهة المتبادلة بأمر مقلق محذرة من أن سوء التقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع كما كشفت في مقابلة مع العربية نات يقول المقال أن اليونيفيل أجرت محادثات مباشرة مع طرفي النزاع لحثهما على وقف إطلاق النار والالتزام بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وديبلوماسي موقع روسيا اليوم عنوان بوتين يتحدث عن التعاون بين روسيا وفيتنام في الأمم المتحدة حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء أن روسيا والفيتنام تتعاونان بشكل وثيق في المنصات الرئيسية متعددة الأطراف وفي المقام الأول الأمم المتحدة وفي مقال بعنوان روسيا وفيتنام صداقة اجتازت اختبار الزمن قال بوتين نحن نتفاعل بشكل وثيق في المنصات المتعددة الأطراف الرئيسية وفي المقام الأول في الأمم المتحدة وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو تعمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا النووية في فيتنام مؤكدا أن الطاقة مجال ذو أهمية استراتيجية في التعاون الثنائي ختاما من موقع أنديبندنت عربية الذي عنونا بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للمهاجرين في تسعة عشر شهر حيث وصل أكثر من ثمانمائة طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة يوم الثلاثاء في أعلى معدل يومي منذ أواخر الفين واثنين وعشرين مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو المقبل وأظهرت بيانات أولية من وزارتي الداخلية البريطانية أن ثمانمائة واثنين وثمانين مهاجرا وصلوا يوم الثلاثاء ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى أكثر من اثنى عشر الف وثلاثمائة مهاجر وكان آخر أعلى معدل يومي في نوفمبر الفين واثنين وعشرين عندما وصل تسعمائة وسبعة واربعين مهاجرا إلى بريطانيا في يوم واحد وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولة عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة